بتهمة إهانة الشرطة ستتم محاكمة الناشطة المغربية نزه مجدي بعد تهمها لعناصر أمن بالاعتذاء عليها جنسياً خلال التظاهرات الأستاذة العشرينية أوقفت برفقة محتجين آخرين خلال تظاهرة شارك فيها بضعة مئات من الأساتذة المتعقدين في الرباط وبعد توقيفها ليومين وجهت لها الخميس مع تسعة عشر موقوفاً آخرين تهم خرق حالة الضوارة الصحية وتجمهر بغير رخصة وإهانة القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم وفق ما أفادت محاميتها سعاد البرامة ونزه مجدي هي الوحيدة من بين الموقوفين التي وجهت لها تهمة إهانة منظمة وقبل ذلك كانت الأستاذة الشابة صرحت لوسائل علام محلية أنها تعرضت على غيرار متظاهرات أخريات إلى التحرش الجنسي من قبل عناصر الأمن خلال التظاهرة وقالت المحامي سعاد البرامة أن موكلتها تجرأت على تحدث علنان ضد العنف الجنسي وعوض حمايتها تجد نفسها أمام اتهامات لا أساس لها من الصحة ومنذ بداية 2021 أطلق الأستاذة المتعاقدون سلسلة أضرابات جديدة واحتجاجات استنكرا لوضعه بالهش وللمطالبة بدمجهما في الوزارة لتحقيق الأمن الوظيفي ترجمة نانسي قنقر